صباح النور صباح الفل والياسمين ان شاء الله نهاركم من اسعد اليامات يا ربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشنو احوالكم اشنو اعملين هاوكا اليوم طليت عليكم الصباح خطر الروتين متاع اليوم لحق جاني اطويل على الاخر وليت اقسمته على مرتين من علش ايده بشن انهابته ان شاء الله تنهابته غدوة واللا في الليل اكثرية غدوة خطرني الانترنت عندي ضعيفة مش منجمة نهبط ازوز فيديوهات الحقيقة حاصيلو اليوم باش ننظف معاكم الدار وباش نمدو تبشي متاع اشتي اللي في بيتي يعني دبشي و تبشي راجلي سهل اما دبشي اني هو اللي اللي بيه اللي عمده حاصيلو ان شاء الله الكميلة يتغطي لكم ان شاء الله غدوة ايشنو طيب تفطوري ودبارتي ان شاء الله وباش نبدأ معاكم في في ميزانية الشهر ان شاء الله باش نمشي نقضي معاكم وهكا وننظم معاكم شوية المصروف لجاء اني عندي شهرين الحمد لله ربي هيكا شادة روحي في المصروف والقضية هيكا كل شي منقص على روحي برشا وحسيت روحي الحمد لله الشهرين هذوما مشيت روحي بالحق كما يلزم معنا يا والله نقضي كل جمعة والمصروف منظم على الاخر مع انو قتلكم اني داخلة في جمعية يعني عندي مبلغ معين كل شهر يتعطيل الجمعية يعني الحمد لله شاهدين هذوما بالحق قد نجمت روحي وفرحانة على الاخر والله اتوا نبدأ معاكم ان شاء الله يا ربي جمعة جاية نبدأ مع بعضنا هيكا الشهر الجديد معناها ونشوفوا كيفاش نقسم شهديتي وكيفاش نقسموا امورنا ومصاريفنا وكل شكل ان شاء الله يا ربي فيديوهاتي هبطل لكم الموضة الجاية ان شاء الله متاع المصروف به عشب انتي اليوم اه اليوم قتلكم باش نمد اه باشن الفيديو متاعليوم يعني تنظيفات اله من تنظيفات اللاشتي هالي هما اه تبش اه باش نمد معاكم دبشي برحة من ابيت الولاد ما زلت عندي فليز باش نمدها في تبش الولاد نشوف شنوه يصلح فيه وشنوه لي وهوكا نعمل حوصلة ان شاء الله شهر هذا يا عندي لبسة صغيرة لازم اني نشري لهم لبسة كل شهر هوكا نشري حاجة حيث لو كل شهر نعم للك الميزانية خاصة لحاجة باش نشوف شنوه عندي لبسة شنوه عندي لبسة شنوه permitsكника شنوه اني استحقوا كل شيه هني قاد انا نمد ونشوف ساذقيني شنوه لدي لبسة أصلاح لأنني قصدتني كبش ناخد سيرفيت مونات متاع شتي أنا عمناول مشيتش سيرفيت مونات جملة ولدت عمناول شريت الحقيقة وتبعثولي مش شريت إني وبعثولي الحقيقة وقتها معناها كخدمة شريت وصلوني برشة سيرفيت مونات فهمتو حاصيلوا عمناول نذكر مشريت حتى شي عمناول شيت بيجا مع بركة آخر هكا اللي شتيه شيت بيجا مع برب دي شامبر وأخذت زوج سيرفيت مونات كنت ذكروه من عند فاديا فاشن أخذتهم مكل فيهم الدودون أما هذوكم حاصيتهم كعزشتي فهمتو عمناول مشريتش سيرفيت مونات إن شاء الله السنية قلت حتى نشوف شنو عندي شنو ما عندي شخي ما شاء الله لقيت عندي برشة لبسة بصراحة منيش بش ناخو لبسة ليا ناخو كان الصغر حاصيلوا لبناتها كم معاي نبشي ونشوف كل تبشة اللي بشي تمد والله العظيم حوثة أما حمثول إني لحقيقة عناها منقصة على روحي كل مرة نعمل حاجة فهمتو قدو لكم ما زالت عندي فاليزة كاو بش نمدها أما الباقي الكل ما ديت وشوفت شنو عندي شنو ما عنديش لواحد اللي من لبسوش وخليت الباقي لاني كملت خصلت المعونة بتاع الفطور لاني انس حاصيلوا صدقوني مرج مرج شادد لي الساعة حوكة الهريسة شملي فاق ريحة الهريسة ريحة الهريسة مفوحة الهريسة ريحتها تهبل تصوروا انتوما معنا يدادي بالهريسة الهني مفطر رشرة محبش يفطر معنا فطور الصباح ما يحبش برشة الحلوم يعني كي تبدأ هكا مكلتنا مثال فطور الصباح متاعنا حلوم نعش اني بشكوتو ولا بسيسة ولا حاجة ما يحبش يحب ملاوي زيتونة ذيكا العظم احسن حاجة بالنسبة لي وكان يلقى اصلا هيك الهريسة فطور الصباح شاددك الحوكة ويمشي ويجيبه وبعد قال يعمل لك عبفة فطور صباح ووما يخص فطور صباح ومامت طور صباح حيث يا اصلا فطور صباح حتى اصباح موسط خطور صباح وكتاب وكون برشة طور صباح اصلا وقت الله كله يظهر موسط دخلت على البيت الولادي كيف ما تعرفوني معنى كتبت عندي هيك قضية في بيت من البيوت ندخل على الدار قبل نركحها وبعد ندخل بيتي ولا بيت الصغار دي ما نخليها البرح خليت بيت الولادي هي اخر حاجة واليوم مش نخلي بيت نوم هي اخر حاجة او كن نرتاح معنى على البيت هي قبل على البيوت يعني وع الصالة كل شي نرتاح عليها لازم لما لك البيت حتى الاسبيراتور نحس نحس روحي منش مرتاحة هالهني عرفتو كلماذا بيه باللمين خير خطر هاو كريسي هاو بيرو هاو زرابي هاو نعم لما هيك فيسع فيسع خاطة تلقى وراق وريتو قدش وراق كل هذيك تقريب صدقوني نهار بنهارك الوحدة وراقك الوراق نحب اللم خير لوراق خطر الاسبيراتور ساعتك تحلي حاجة ونخاف تعدمهي كملت نسمع كلام أمي هكما كشرا قدم واحدة جيتني تغني لي أني نسمع كلام أمي شمشي نرقد وواحد مخصتش اسناني المهم يرقدوش لا يا الله ما زلت مفرشتش الفروشة خاترني كنتما نهرها دائما كنتما فيها الدفايات شفتها بكرة الدفاية لم أعدها غير مرتاحة لنضربها من قبلها نظيفها قمت بها تغطى طبائها ومن بعد قالوا لي ما لنا نبردو في الليل واني قلت لكم اني عندي البيوت متاع ولادي ما يبردو عالاخر فشتي فصيف يسخنوا برشا خاطر تغرب فيهم الشمس وفي الفشتي ما يبردو خاطر الشمس مجيهم الجملة عاد يسخنوا في الليل تبشح في كل بلاصة الموين تمشي نهار وطوله هي تبدل نهار وطوله هي تبدل كل يوم تخل بيت وليت تصدم قبل كانت بيتها منظمة الحقيقة ندخل كما كما ننظمها كما تقع تولي بيتها معاش تقع منظمة خاصة من ناحية تبش ديمت ناحية تبش هزيت تبش متاح على الكل حطيته في الغسيلة ودورت الماكينة على العاد تبش اللي عندي ولهني جيت للصالة باش نظم شوية لمخادد سهلة الصالة نحسها وليت قداش عامل عليها جو دوبة هكا ننستو لمخادد وكهو كون شاكا نكا نعملت لها ضربة اسبيراتير ولا لمها لمين ونعملها مسحة كل مرة كيفيش وكهو ستويت المخادد ومش نعمل الطاولة كيفي العادة لازم ضربة اسبيراتي للطاولة وكهو حاجة خفيفة قولولي انتو ما شنو عملتوا لبنات مديت وتبششتي ولا ما زلتوا وتحسوا التقس ما زيل بش يسخن اه ولا لا قولولي شنو عاملين ان دي ما نحب كي تبدأ عندي حاجة بش نعملها نبدأ على بكر يراو لاحظاها في معناي مذابية هيكا دوبة حاجة هيكا تطلع لي قضية حاجة ديركت ديركت نعملها ما نحب شنو قاعد نخمم فيها ولازمتني ولازمتني لازمتني لازمتني ديركت نبدأ فيها ونعملها ونرتاح عليها ساكلت البرت في نيتر ونكمل نعمل مسحة خفيفة بطبيعة لنهار بنهار اني نمسح ككا كل مرة شو نظهر لنهار بنهار نهار كل كي نبدأ هكا متفاضي نعمل كل يوم مسحة كل مرة شو يظهر لحاسي تفهم هكا برش اخصان كي تصب لمطر كيف يدخلوا لي للصالة يخلي وترشي منطقه هم الشكل لازم كتلميعة البسيطة هيكا للسيراميك بشتو قاعد اتني نظيف برشة منكم سألتوا لي على على سلمة لاحظت عنها حبوب في بدنها حبوب هذوكم لبنات الطبيب قال لي من الخريف من هوا لخريفة مشكولة كي تطلع له حبوب على برا نعملها في الدول احمر توسفة جمعة اللي فاتت كانوا مقلقينها على الاخر نعملها في الدول احمر و لباس حمدولله توا هكا بداو الشيحو لكلهم نعملها جمعة اللي فاتت اكثر لو تحسوا مكا شايحين وراء الخريفة تحسوا يمرض من عرش كان هواه كان واني مدالي فاتت كنت نحل في الام معناها نرقد الدار محلولة شبابك محلولين هو المعروفة انه مدى بيك في الخريفة تسكر الدار معناها مشبهي لهوا لخريف جملة في قصن في الليل ما ترقدش شبابك محلول واني معناها صغاري و احنا كل نحسوا صخانة يعني كانت المدالي فاتت هاكم تراوه في الخريفة كيفش هتعدى تعدى بالحق سخونة على الاخر دي من حل الشباب هيك ودي ما حالها الدار في الليل معناها رقصه ده كي ترقد شبابك بيتها محلولة ومش به يقولك يمرض معناه كان غريب كان ممرض هاكم تراوه هوا حساسية هوا غريب هوا نوع من الكورونا هوا ودراش نوع الخريف دي من هكا في برشة مراض ربي يحمينا وربي يشفي كله مريض يا ربي كهو كملت الهني مسح لك البيت متاع الكلفة الدريسين كملتها وكملت مسح لهني البيت البانو هذيك عملتها اول حاجة الصباح فازيت كي خصلت وجهي هيك وركحت روحي كملتها نظفت حكيت الفاسك حكيتها هي عملت لها هيك شوية مي وصيقتها كهو البيت البانو متقلقنيش كملنا الدار ولا كملنا بيت البانو كملنا الصالة البيوت الكل شي كملناه الكوزينة من نظمة جيت الهنية او بشركة دبشي وقيت هوك اللي لازم اتو يتعمل تعمل حتى كيف يبدأوا صغار على ايديا ولا يجيوا صغار من القراية هوكا تجاء الناس الهنية ومن بعد يجي سالم وكل حتى كي يبدأوا الهنية بدأوا قاعدين في بلاصة من نظمة بيتهم نظمة صالة من نظمة واني هوكا نحرك على راحتي في بيتي لا من يجي قلقني ولا هيكا نحس الدار داخلها بعضها الدار مسكرة نظيفة وكهونجي واحنا تولد تبش والكل فيه ما ديت التبش الحق اني ما نخسرش التبش خاطني كنا كنا نخبيه نخبيه منظم نخبيه مطوي منظم اه منظيف نحط في هيك يا اما نحط في هيك الساشيت متع الكاجولي تخلي ريحة فوحة يا اما عندي هيك كمل هما هيك كمل اي ربي شنو اسمها حسير وجبتهم تطاعم ناول وقت هيك خليتهم نحطهم حطيتهم في الكوفيرتيت وحطيتهم لتبش ريحتهم بالحق تهبل ريحتهم تهبل تهبل وإلا صابونة ولا ألي هو يطلع ريحتهم نظاف وريحتهم كفا وحينه بدأوا نظاف حتى كي نخبي نخبي معناها ديريك تبش نظيف او كي تبدأ حاجر عرفتها ورشي كفاهية لاني البست قنين لما حالا ما عنديش منها رانيل يمكن عريش عندي ديمة برشة تبش دوبة هيك ساعات هيك نقيس الحاجة ولا هيك دوبة صورت بها حتى القهوة مثال هيك لبستها باش عملت به القهوة لاني نخسلها ما عنديش رانيل رجعت باش نحط هيك تبديل ريحة فمتون نخسل ها كنا نخبي نخبي نذيف ت Stretching هناك مؤشر من تجد زرق منا. لقد أرفعها البارحة. هذي قد بيت الاصاب راحي بش نخصل لهم واني خصلتهم لبستها كالزرقة هذيك البارح خصلتها وهذيك زد خصلتها لبستها كبشيت لدارنا وخصلتها نحط لي في المارو هاكا الكل شو نحط كل في المارو هاكا الكل في الساك هيك ومن بعد كان هكا عندي معناه ما زال عندي تباش قاعد تنشر وقاعد يتخسل بعد نكمل نخبي نخبي بشوية بشوية ما تولي في المارو الكور مش نهز نخبي والباقي هو كل مرة نخسل طرف خاطر ما زال عندي تباش منشور تباش مخصول كل مرة هو كين معناها كين نخسلك الطرف هذي كان نخبه ما زلت على خاطر فعندي بش حاجة ما زال بشي تخبه ومعناه دي جاري لبستها ايني دي كم تعصيف بريودة صغيرة ونخبه هكا عم بشوية بشوية هكا ومن كثرش على روحي مش قبل 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 قصمبلاه تقول شفري بحليته في الدار نمد كتباش الكل متاع صغار متاعي متاع راجلي كل نمده ونبدأ نطوي ونحطه ونبدأ رجع في التباش حاصيل وكالدنيا تبدأ داخل بعضها ومستحيل نعمل واحد يلازمتي ناديم ما ونادينا معايا هكا عم بشوية بشوية خطوة خطوة نبدأ هذيا دبشي لكل متاع شتي باش نحطه زاده بش نمده حتى لي مازال مش وقته باش نمد نحطه هكا دجاع عندي اني الاسباس معناه في مارويا هكا نمد كل شي ونحطهم نربحها لي مش نخلي هيكه ايتاج بركه للمشي نبسي وطريبه وطريبه خبيت الجبيب حديث كنت شاهدون وطورة جباب خبيت فيها جيت قبيت باقي رب ونخبيه نحضر كبيرة ونحضر كل شيئ يعمل القديم برعب وقرأت مضيفة لديك البجامة لنمتج لبسها لديها أخرج خسلتم وخبيتهم غاديكا باش ميضوعوا ليش والله قاعدة متشوقك نمد فيها ومنذكرتهم معناه او كل قيدهم بشي تبع اني عندي مشكلة مع الكلاسترة وريت وكل ما نمشي لدارنا روح بكلاست متعنا دين ولا روح بكلاست متع ما زدك وقتا في رمضان مشيت بحظة بودور واني في رمضان بديتت حاسيت روحي هيك اسخنت ولا كيفاش ما عاش نلبس الكلاسترة قاعدة مرة واحدة مباحظة لما لبشتي الكلاسترة دوبا مراتني تعملي شبككة شبككة مش هتمادتي الكلاسترة ولبشت عملي والله كيما في دارنا بالضبط حاطيتهم غاديكا حصيلوا وقتها نخبي في الدباشة لقيتها الوحدة حاطيتها في الرب ديشامبر تطعكوش علي كيك ما حبيش نطياحه قاعد قتلكم في بلي شنشوف روحي شنوها عندي شنوها ما عنديش يا اخي طلع ماشاء الله الحمد لله يا ربي الواحد والله يحمد ربي على نعمة لي عنده وماشاء الله عندي برشة الحقيقة سورفيت مونيت اني رانيت باش غضايا نستحقه للتصوير فانتو كي تبدأ تصور تحتاجت باش حاطة برشة متابعين بداوا يعلقوا يقول لك اشري لبسة جديدة نوعا شوية باش منحصوش الفيديوهات نفسها مقاعدين يتعاودوا على قل كيف يبدأ الروتين نفسه يتعاود على قل بدل شوية في لبسة كي يحبوا معناها تغيير فما لي عادي بالنسبة لي متوكيمة اني كي تبدأ انتبع في حد ولا عندي برشة انتبع فيهم يقلقنيش لبسته جملة حتى يلبس اللبسة نفسها والله العظيم فما قنات انتبع فيها عندها زوزروب تبدل بيهم هي تحب تصور بيهم وكل شوية معناها زوالية فهمتوا ما مش كبش تقعد تتشري وتنوع عندها زوزروب عندي عام تقريب عام ونصف انتبع فيها تلبس فيهم والله العظيم من الموت عليها ولا يقلقني لها معناها تنوع مهمنيش معناها في لبستها وكلها مفهم مبرشة يركزوا مبرشة يقول لك لي نحب نحبك معناها نحبك دي ما تبدل وكل كل واحد وتخميمه اني هو كان محتاج معناها اللبسة هذي نحتاجها في تصوير نحس روحي فشتي عندي لبسة ونحس هكا فشتي اللبسة هيك مش كما الصيف صيف بلي تبدأ عندك لبسة مثل عرفت قد ما تشري لبسة في الصيف مش الكل تلقها تلقها روحك ومتفره دفاها في التصوير اشتي لك ما شاء الله تباش قالي تلبس تحسوا هيك يدفيك وكل حاولت نحط كل هكا تريك ولا كل فيست في السروال متاحة بش نلقاهم بعد حاضرين حطيت البيجاموات الكل بحثة بعضهم زدك كيف بش نلقاهم حاضرين وكل لبسة هيك الشتوية برش هذيك حطيت على جهة زدك لتبدأ صوف وكل كل مببر وكل هذيك لبسة من الجمش نلبسها تاو خاطر ما زالي شتي وكل هكا تحسوا مكر هافي شوية حطيتم على جهة لنجم نلبسهم تاوها كومة تونيتها كومة الزرقة والروز وكل هذوكم نجم نلبسهم في وقت تاو وكل كحول زادة لشريتهم عندي برشة عندكم زادة نجم نلبسهم حصيلوا ما زالت فيما فاليس اخرى ما زال عندي كالفاليس تذكره من روبي اول محلية القناة وقت تاو شريتهم فيما برشة برشة عندي برشة روب زادة خرين سورفيتمونية كم عصر اولا ما زالوا ما زالوا في الفاليس ان شاء الله المدها كم لديش على شنو نطلع للدريسينك باش نمد هالفاليس كهو كملت من دبشي جيت لانيت بشة راجلي قليل مشتاو راجلي دي ما اخر رابد ربي يشتي هكذا ان الليل بحضة برشة الى طترة ليلة المحارة لدي جيت الوصيف فى كون الليل entrada قجوراه إذا اصبت الاعمال لمتنها دي اخر حقيقة اوريسة سبحان الله المراقبة مستولية على الخزانة حصيل ودوبة تشتي شوية الدنيا ونمدهم من الليتاج الثالث نحطه في الليتاج الثاني هكي هي الهدرة سهلة على مشكيف يعني لا نخبي لحتى شي كاوتويت لو بطبيعة لازم بشتلقى خيط حتى كي كل يوم بتاعنا لازم بشتلقى خيط ضمتهم لو شوية هذيك الاسا كده يمت بشتصيف 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 نحطه شوية على الاخرين ما زلت عندي هذيك وعندي هيك قطلكم شوية قاعدة نخسل فيه وعندي وعندي المعلق بشتصيف المعلق زيدا هذيك الكل نخبيه منعرز زيدا كان هيك الظهولي بش نخليه معلق ونخليه معلق كان لقيت عندي بشتصيف بش تعليق خطر ما زلت ما ما ديتش الفليز اللي فيه الكبابة والفيستات وكل شوية نشوف كان هيك ما عنديش بلاسة وننعلق خطر ان المارو عندي كبير معنا يرفع لي بالبي يرفع لي حتى شتي وصيف ديجاه فيه زوز بلايس كان لقيت ويرفع شتي وصيف ما غير ما نخبيهم نخليهم نخليهم مكيك ماناها ظاهرين خير حتى من بعد ما نقودش لنخبي لنرجع للمد كحو كحو كملنا ولكن هني اجيت بش نعمل مسحة خفيفة للبيت لازمتني زيتا نمد الفرش متاع شتيق للبيت ان شاء الله قلت و لازم الرجلي في الليل يجي مدلي الفرش متاع بيتي و متاع بيوت الصغار كان عندي كل سلوم نطلع لي بصراحة يعاوني في الدار كمش نحي يريده بش ركح يريده تواحلت ريدو سلمة عنده قدش واحل كحو كملت عملت مسحة عملت حكا زيتا لك البيت البانو ديما هذي كان حسا تابع بيت نومي كنعمل بيت النوم نكمل نكمل نعمل مسحة نحكها ولا نمسحها نحاسها تابع المهم البارتي هذي ديما نيكاك جاي مع الهذية بتلبانو هذية مع بيتي جاي مع البيت سلمة مع بيت الأنس والصالة هذي كان يعني هذي كانت تابع بعضها والتراس تابع الكوجينا وكل بتلبانو تابع البيت متاع دريسينك ديما هكاك يعني كل حاجة تابع اختها ما ننسى هاش كملت حكيتها ومسحتها وكهو هكاها وكملت شاحة الدنيا نفضتك الزرابي تأخلتهم مش نفرشهم ونسكر الشباك وكهو اصعب حاجة كملنا مازال كنس هيل كتبدا هكا منظمة روحكم قسمة هكا الحاجات اللي تعملهم والله لا تحسلي بتعب لا تحسلي بقضية الدار سعيبة لمسئولية لا تبدا تخمن في الحاجة لحتى شيء باشا ننسى بداو يهولوا ومعنى الحاجات وظاهية ما فيها حتى شيء لها تدركي تقسم روحك وتقسم هكا وقتك وبالطبيعة تعمل الاولويات اللي عندك وبعد هكا تكمل ترجم حتى في الليل معنى بعد ما تكمل شورك وقضيتك وكل شيء ترجم حتى في الليل امين الحق ديما الليل مستحيل نعم فيه حاجة كونش كان عينتي هيكا طيبتش حاجة بخلافك هيكا منحبش نعمل بالليل اما فما شكون هيكا تنجم تلقى روحك في الليل فاضي هيكا تمدت بشتركة خاطر ما هيش مال حاجات اللي لازم عرفتك تبديهم صباحك تتعب برشا هكيك ودنيا متلقاش روحك هكا ونخليكم اني توفي امان الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فيديو العشان